معنا في تواصل مباشر معنا خديجة مراكش. سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كدير عليك عليك. الحمد لله. الله يبكش. الحمد لله. كديرين. الحمد لله. مرحو السلام كل شعلة خير. انتم ما؟ والله يزرقك. الحمد لله. كذلك. أنا مرتبك سوية اول مساركة. حتى مشكلة بالعكس خدي راحتك تفضلي خديجة. الله يزرقك. عندي لكم اليوم كيكا من ثلاثة سجيل طبقات. ايه؟ ايه؟ حتى تفضلي. نحتاج تنية المعالق كبار ديال بدقيق تنية المعالق كبار الحليب ايه؟ تنية المعالق ديال الزيت كبار هادي طبقا لولا ياك ثم تنية المعالق ديال سانيدا ايه؟ كان دير الجوج بيضات ثم ماجوش خمارات حمر ايك؟ ايه؟ كان نخلطو هاد شي كاملو تنديرو فلمول تندخلو الفران هاد المقادر كاملة هاد المقادر كاملة تنخلطو وتندخلو فلمول فران الكيكا عادية عيد طيب؟ ايه عادية المهم تنخليه واحد شوية لما تشد فراصها تنبدو نقدو في طبقات تانية ايه؟ طبقات تانية تخصنا باش تجيط طبقة غلادة واحد شوية تنجرو ربعا دانون دانون طبيعي ربعا ديال الياغورت تمسوس ايه؟ ايه معروف ايه جوج مع الكبار تعسانيدا ايه؟ ثم تنجرو باكية ديال نيدو ايه بلما ندكرو ايه وخان حليب غبرا ساشو ديال حليب غبرا ايه؟ 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 طراب مزيان مدد ديال خمسة دقائق حتى تيطلع مزيان ايه؟ اه لما تنخرجوا هادا كيك من الفران كان لقاوهم ينغلاد واحد شوية تنكبو عليه هادا سميتو تندخلوه الفران على ثانية تنخليوه واحد شوية ايه؟ 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 تنقيصوا بسبعنا بحله كيلا شد في اسميتو دياله تنخرج ايه؟ تنحطوه يبرد ثم كان نديرو الطبقة الثالثة ايه؟ طبقة الثالثة كان نحتاجو جوج فلون ايه؟ اربعة المع الكبار ديال سنيدا ثم معلقة ديال الكاكاوي اللا بغينا اللا ما بغيناش بلاش ايه؟ ايه؟ ثم كان نديرو اسميتو هادا عاصر ديال لي ليمون الليمون كان عاصروه ثم كان نديروه معا نسكاسرونه تنخلطوه مقادر كامل ها حتى تطلع ايه؟ ايه؟ ثم من اللي كان نديرو هاد المقادر فاسكاسرونه حتى يطلع كان نخلطوها مقاومة نخلطو خلطو حتى تطلع تنكبوه على هاداك ديك الاسميتال تبقى تانية تبقى تانية مهمتان هزا تنخفيوها فتلازة حتى كتفرنسها مزيان كتفرد يعني من اللي كان قطعوه كتباني انذوك الدريزات هاكا ديالة الطبقات كده بنينة ووصفة سهلة ومسنا ولا جميع لا تكسحة بارك الله عليك خديجة الله يبارك فيك لا لا شكرا جزا فانا متابعة البرنامج مرحبا خديجة نتمنى بقوا دائما على تواصل وتشاركي معنا دائما تحيتنا لكل أسرة ديالك بمراكس